السلام عليكم ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن لهم معنا ومرحبا بكم في قناة شوبيل الديزيد اليوم الحصة بتاعنا والذي سنتكلمه على تاريخ مواجهة المنتخب المغرب وطنزانيا قبل الاستدام المهم في هذه المباراة ويستعد المنتخب المغرب لمواجهة طنزانيا برسم الجولة الثانية من تصفيات الافريقية المؤهلة إلى كأس العلم الفين وست وعشرين وبعودة لتاريخ المواجهات المنتخبين فقد استضم الفريق المغربي بنظره طنزاني في أربع مناسبات حسم خلال الأسود يعني ثلاث مقابلات بينما انهزمها في واحدة خطر خسروا في طنزانيا خسروا وقيلة من الترواع من التصفيات كأس العالم وقيلة وكانت أول مباراة جامعة المنتخب يعني المنتخبين فقد استضم الفريق المغربي بنظره كانت أول مباراة جامعة المنتخب المغربي بنظره طنزاني سنة 2010 في إيطار تصفيات كأس أومب إفريقيا 2012 وانتهت لصالح المنتخب المغربي بهذا بدون مقابل من توقيع مونير حمداوي أين أعطيكم حاجة أعني أبدأ بللي جباعة هذا مونير الحمداوي في ذاك الوقت المنتخب المغربي يعني كان هذا مونير الحمداوي أمنوني بالله العليا العظيم لكن منتخب أفضل من هذا بالصح التسيير يعني التسيير الخاطر ما كاش كاين عند المغربي أبقى بللي منتخب هذا قاوي المنتخب هذا ليضروكا عند المغربي المنتخب المغربي ولي كان يتبع على أكل متبع حمداية عن نهضر يعني مغاربة كون زعمق سخصو مغاربة مليح 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 يقولكم صح أبقى بللي منتخب كبير كبير هذا الجماعة الحمداوي اللي بدان هضر عليها مونير الحمداوي هذا كان مئر بيتر هذا في ذاك الوقت أبقى بللي كان عنده مئر يكيب مئر يكيب كانت يكيب عنده مركاز بصح شتيلا مركاز لا جهاز فلني لا يكادر لا تسهيله حالي بش يكون أبقى عبير الله وانتصر الفريق المغربي في سنة مبادئة على تنزانيا ضمن تصويات كارغينيا الاستوائية بالقابون 2013 يعني بسلس أهداف لواحد سجلها كل من بروان الشباخ عادل تعرابة ومبارك بوسوف وفي سنة 2013 وانتعرض الأسود لهزيمة من منتخب تنزانيا ضمن تصفيات كأس العالم تحت قيادة راشيد الطاوسي وهي المباراة الشهيرة التي كانت من بين أسباب عدم التأهل المنتخب المغربي إلى مونديل 2014 والتي غادر على إذنها اللاخب الوطني منصبه راشيد الطاوسي وفي آخر مرة انتقى فيها المنتخبان فاز الفريق المغربي على نظره التنزاني بهدفين لواحد من توقيع عبدالرزاق الحمد لله من غكر الجزاء ويوسف العربي وذلك في المباراة التي جمع الطرفين سنة 2013 ضمن تصفيات المؤهلة لـ 2014 بمدينة مراكش وسجل الفريق المغربي سبع أهدف في شباك تنزانيا خلال مباراة التي توجه فيها بينما استقبل خمس أهدف ويشيء لأن المنتخب المغربي سيواجه مضيفه تنزانيا يوم الثلاثة القادم انطلاق من الساعة الثامنة مساء في دار السلام يعني وين غادي تكون مباراة مباراة تكون في صالح لا نسو بالليل مباراة غادي تكون في صالح المنتخب المغربي يعني زيدو ما نخبره هاش تنزانيا يعني وين الحاجة اللي يبقى خائمنا هي كاين صاح يعني وين المنتخب المنتخب التنزاني وين يملك مدرب يعني سعلب سعلب افريقيا يعني سميه مدرب سعلب افريقيا صعيب هذا كسموه بتاعنا كسموه عمروش عادل عمروش ما هذا بوع لي هذا كلش مش سهلي انقول بله ما سهلي بش انكون لبنكم جماعة مش سهلي مش سهلي صعب 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 مدرب بله صعب وانا ويقول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يعني فسلة ما خلاس يلعب هاولا اللي رجد لها قال لعبودي حقيقة سبحان الله شي يتذبون لهم ايه باشي يكونوا على البالكم جمعة المزاوي يقولوا كلهم من ايه ولي كله ماشي سهلا صبح الله ماشي سهلا عندهم مدرب يعرف يقرأ لي بارتي عادل عمرو صحيب نقول اونا اونا عادل عمرو صحيب ايه لم شاولوا اللعابة رايح يدير مشكلة للمنتخب المغربي انا نقول لكم ونعود رايح يدير مشكلة للمنتخب المغربي على ذيك نقولكم يعني بالصحة المباراة تمقع في صالح المنتخب المغربي يعني ما ماشي سعيب عليهم كما نحضهم سي صعيب 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 اقولوا صعيب وتالفهم ها باشيكون عبادهم ايه صعيب نقولوا اصعيب غدي لا 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 ونقول لكم صعيب اصعيب غدي غدي كلس يحبسوا الله ومغالي الله اه نورمال غيب غير 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 يقول لكم نورمال ونحن ما تعديش الصوت تمركي علينا وضيع التعادل عنده الحق ريا أصلا غالب ناسا غالي تقول قويا المهم نقول بل المنتخب المغربي يعني مرشح للفوز رغم أنه مهما كان تكون في صالح المنتخب المغربي كما تتمنى يعني فانك تزيد تونس تربح ليبيا تربح مصر تربح الجزائر تربح يعني فقط نقال برغب رقم ونذهب على سلة تونس وقادرة تتد تونس قادرة تتد هذا سلس قادرة تتد هذه هي على سلة ليبيا قادرة تتد ومن احقره شيء يعني يا سبحان الله تحقر سعوه لم تحقر المهم من البحوصات المهم من تخبات عربية تأخذ المهم المنتخبات العربية تأخذ والمنتخب المغربي كذلك إن شاء الله بربي هذه نتمنى هذه المنتخب تسعير مصر تونس ليبيا عدو قاع إن شاء الله عدو قلوها ونعبدوها رب يحفظكم سعيد ترجمة نانسي قناعيني كمانتخبات ومشاهدون كمانتخبات ومشاهدون وكبه تبعوني اشتركوا في القناة ومشاهدون وإشتركوا في القناة شكرا